أول مرة أقف قدام كاميرا كان عملي تقريباً أربعتاشر أو خمستاشر قطاري أربعتاشر كمان كنت لسه في مدرسة أجبال الفرقة القاومية لسه ما طلعتش الفرقة كبيرة يعني مدرسة صغيرة و كنت خلص التمرين وبعدين كده نزلة من القهضة بتاعت التغيير و عايزة شوف الفرقة كبيرة عايزة كده اختلص نظرة كده الفرق كان فيها كان أياما مشيرة إسماعيلها موجودة بفرقة كبيرة و كان جلال عيسى و سيف عبد الرحمن فانا جاي بقى بقش بقى مصرح البالون كده بقص كده أنا عايزة أشوفهم لقيت فيه واحد بقى جامسكني كده مندهري كده كان أستاذ يوسف شاهين طبعاً أنا كنت صغيرة ما عرفش مان هو يوسف شاهين يعني ما عرفش يعني العملي قدر أم جاه و كان معاه جلال عيسى و سيف عبد الرحمن فقال له أنا عايزة البنت دي تعمل فيلم دي كومنتري في مدرية التحرير اسمه سلوة دي كومنتري و رحت بقى مدرية التحرير و قعدت أصوره بتاع و كده أستاذ يوسف شاهين حط الكاميرا كده قدامي زي ما الكاميرا كده بحطوطة و قال لي كل ما قولك حاجة ترج علي ترج علي بس يعني من غير ما تتكلم يعني تحبي المحشي تحبي الخيه تحبي الفكهة فطبعا كان بيقول لي حاجات عشان عامل ريأكشانات بوشي فبقيت أقول له اي بتحبي كذا روح عاملة كده اي لا 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 انا مش عايز اي تجعيد ده في وشك ولا تعملي كده ولا كده اي خالص انا عايز عنيكي لو حاجة بستاكي عنيكي تتحكي عنيكي فطبعا ساحية تكون صغيرة جدا بس الجملتين دول فضلوا معي لان بعد الفيلم دوت ديكوميت رقاعات دي يجي حوالي أربع سنين عبالي ما رجعت امثل في مسلسل مرد الجبل اخرج المخرج العظيم سوز نور الدمرد داش الله يرحمه فتعلمت منه بقى ان الرقاكشانات الفن والتمثيل بالذات بتبقى العنين هي اللي تعبر هي اللي تضحك يعني من جوه ما انت لما تكوني فيه اي رقاكشة من جوه بتعمليه بصدقه وحقيقي بيبان فعنيكي بجد لكن لما تيجي تفتعي للزعل وكده يعني بيبقى فيه حاجات في وشك بتبقاش حلوة يعني فيلم فتحية المرسيدس فيلم دوت على فكرة كان دم خفيف جدا جدا وكد انا زي نفسي بقى فاتفرج على المشاد انا مش موجودة فيها من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده وكان مع أحمد بيدير طويل جدا جدا فكانوا يقعد يقولنا يعني كدت عامل ست وهو قصير فهو طويل جدا كان بيقعد يعمله مشاد يعني ارتجالي اللي اتنين كانت بتبقى حلوة جدا في فيلم فتحية المرسيدس وكاتل وفجأة في الفيلم كمان ان كان فيه المطرب الجميل حسن لاصبر وعملت فيه كم رأسة من أحلى الرأسات اللي انا عملتها بجد كان فيه كم أغنية كده على فاليها زكريات حلوة في الفيلم ده والفيلم ده قاعد حوالي شهرين في السينما في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وحيعدي لكن كان دمه خفيف فعلا وفيه فيه خف الدم وفيه استعراض وفيه كوميديا وفيه تراجيل يعني كان فيه حاجة كتكت قوي حلوة جميلة بجد سيد زياني شوفي بقى حقولك يعني اشتريك من الموقف على المسرح اللي بيني وبيني حصل اللي احنا رحنا للصعيد أسيوت وكنا بناء المسعيد اسمها واحد لمون وتاني مضمون وطلعت أنا وسيد زياني على المسرح جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور أنا مكنتش متوقعة أنا هما لسه فاكرين أول ما طلعت قالوا بيسا 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 بصيت كده بيسا ديها مسلسل اسمه المال والبانون كان نجح جدا جدا في يعني من عشرين سنة تقريبا يعني من أحلى الحاجات اللي معمولة في التلفزيون فين قص راح تلع بقى القص اللي هو سيد زيان وعملت مشاهد بقى المسرحية بازت يوميا قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل فهو اسمه قص وانا بيسا وقعدنا والله والجمهور كان منشكع وكل ما نيجي نقش بقى نغير عشان نقش في موضوع محمد نجمه جوه بقى عايز يقش يعمل يعني مش معقول المسرحية تبقى المال والبانون فطبعا كان يوم جميل من المشاهد وفيه مشاهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زيان كنا بنقى المسرحية ومش عارف ايه كنت لابس فسان بحملات كل يوم الرقابة تيجي تقولك بحملات طب حملات مفيش حاجة بقى يعني هي نفاعة جدا فمفوش حاجة يعني مش عارية بس هو بحملات فبقولي رقابة مفوش حاجة الفستان وفيش عالية بس بيعلق عليه سيد زيان يعني بيقولك ايه بفتلة ومش عارف ايه شاي لبتر حاجة كده يعني بيعمل استرس فوقتولي طب بقوله بقى هو قالي لو قالي تاني هعمل فيك الشكوى فكل يوم اقولي سيد يا سيد يا سيد والنبي بناش تعلق وتقولي الشاي بفتلة وشاي لبتر وبتاع للحملات حاجة مش فاكرة ايه الافيه كان ايه هو بيقوله بصراحة مش فاكرة دلواجه فبعدين سيد زيان يعني يعني الافيه بياخده ويقوله كل يوم يتخانق فجيت خانقت مع عمر روحت مغيرة الفستان لبس فستان تاني فتخانق بقى بعد هو بص كده هو بيقول الافيه مور كنت لبسر مش بفتلة ولا حاجة فعشان يبطل عامله ايه مش عايز يبطل فطبعا امت ربس الفستان تاني هو زعل بقى ودخل زعل مني كانت واحد لو امت تاني مجنون هي المسرحة دي هي دي الرحيدة اشتعلتها معا على فكرة فتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده وطيب انا هعمل ايه تماما كل يوم تاع رقبة يجي يقولي الفستان ابو حملات اقول له حملات مقفوش اي حاجة يعني حملات مقفوش اي حاجة يعني حملات مقفوش اي حاجة فهو بيقولي السايد زين بيعلق ويقولك الشايف او فتلة ومش حاجات كده يعني بس متطلحنا بقى بعد كده مفيش مش كده اشتركوا في القناة